اكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على متانة العلاقات والروابط الأخوية الوطيدة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وما تقوم عليه من أسس وروابط تاريخية ممتدة ولفت معاليه إلى ما تحظى به العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزة السعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حافظهم الله واشارم عليه لما يليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيزة السعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من مملكة العربية السعودية حافظهم الله من جهود متواصلة تصب في تعزيز التعاون والتكامل المشرك بما يسهم في الوصول إلى الأهداف والتطلعات المنشودة ويعود بالنماء والازهار على البلدين الشقيقين جاء ذلك لدى لقاء معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية في المملكة العربية السعودية الشقيقة بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة الخليفة رئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة وسعادة الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك في إطار مشاركة معاليف النسخة الثالثة من مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك المنعقد في الرياضة وخلال اللقاء تم استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالين المالي والاقتصادي وبحث سبل تعزيزه بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين اشتركوا في القناة